بما علمتنا وزدنا علما وأدبا وخلقا برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحباب الكرام نحن ما زلنا هذا الدرس هو الدرس السابع عشر الدرس السابع عشر الدرس الماضي كان الدرس السادس عشر الإخوة اللي نزلوا الفيديو كتبوا عليه الثامن عشر داخل الفيديو وهذا خطأ الدرس الماضي كان السادس عشر وهذا الدرس السابع عشر من دروس كتاب الفقه المنهجي على مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه وما زلنا في كتاب الصلاة في الدرس الماضي تكلمنا عن سجدات التلاوة وتكلمنا عن صلاة الجماعة وهو موضوع صلاة الجماعة لذلك أذكر ببعض العناصر قلنا في الدرس الماضي أن الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة أول شيء صلاة الجماعة بمعنى أن الإنسان يصلي مع شخص آخر مو معنى أن يصلي في المسجد لا يصلي مع شخص آخر سواء كان في البيت أو في الطريق أو في السوق يصلي فبحث عن شخص آخر لم يصلي فصليا معا هذه تسمى صلاة الجماعة طبعا صلاة المسجد تزيد يعني أضعافا مضاعفة في ثوابها وأجرها والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الرجل في المسجد تزيد على صلاته في بيته وسوقه بضعا وعشرين درجة في رواية سبعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه يعني لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه سيئة ورفع له درجة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه يعني طالما أنت في المسجد وتنتظر الصلاة وتحبسك الصلاة فأنت في صلاة الملائكة تسجل لك أنك قائم تصلي قال والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه إذا أعد بعد الصلاة ينتظر درسا أو يسبح أو يذكر الله فهو في صلاة الملائكة تصلي عليه وتكتب له الأجر أنه في صلاة قال ما لم يؤذي فيه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي أحدا من الناس من المسلمين بالغيبة بالنميمة بالنوع من أنواع الأذى أو يحدث فيه عندئذ يعني خرج من الصلاة نعم فصلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر وصلاة الجماعة كما ذكرنا في الدرس الماضي هي سنة عند جمهور العلماء وهي واجب عند بعض العلماء كقول بعض الحنابلة وسنة عند الجمهور وفرض كفاية عند الشافعية فرض كفاية عند الشافعية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين ومن قام به له الأجر والثواب ومن لم يقم به في بلد تقام فيه صلاة الجماعة لكن هو لم يصل الجماعة فلا إثم عليه ولا أجر له لكن لو أن كل أهل البلد لم يصلوا صلوات الجماعة في مساجدهم فالكل آثمون عند الشافعية وعند الحنابلة أيضا لأنهم يعتبرونه فرض عيد الآن نتكلم أو ذكرنا في الدرس الماضي الأعذار المقبولة في التخلف عن صلاة الجماعة يعني أحيانا بعض الناس يعذرون بصلاة الجماعة سواء قلنا أنها سنة أو فرض من هم هؤلاء الذين يعذرون؟ قال الأعذار قسمان أعذار عامة وأعذار خاصة الأعذار العامة كالمطر والريح العاصف في الليل وقلنا هذا الآن لا ينطبق على زماننا هذا إذا كنا نعيش في المدن الكبيرة ميسر الآن يعني أن يخرج الإنسان بسيارة أو يدارة من المطر أما إذا كان في بعض القرى بحيث أنه صارت الطرقات أو حال ممكن تغرز يعني السيارة أو الشخص ممكن يتلوت أو شيء ممكن أن يكون هذا عذرا عاما مقبولا لترك صلاة الجماعة في بعض الأحيان وهناك أعذار خاصة منها المرض والجوع والعطش الشديدين والخوف من الظالم ومدافعة الحدث من بول أو غائط كذلك نعم إذا كان قد أكل ثوما أو بصلا لمن لا يملك غير هذا الطعام فيخشى أن يؤذي المسلمين برائحة يعني فمه وهذا أكثر ما يكون في رمضان وتكلمت أنا لدرس الماضي يعني زدت إضافات أنه الدخان يعني إذا كان التوم والبصل نهى عنهما النبي عليه الصلاة والسلام لمن يريد أن يأتي المسجد من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا طيب اللي شربان دائق أرقيلتين قبل ما يجي مع السل ما شيء ولا تنباك حموي ورائحة الدخان تنبعث من فمه وشربان شيء باكيتين بعد التراويح وبيجي بعد الإفطار وبيجي بعدها على التراويح هذا اللي عم بيصلي جنبه وهو من غير المدخنين حتما سيؤذيه أضفت إلى ذلك أنا العطر الأسانس التقيل الغير مخفف اللي ممكن يكون يعمل أذى وحساسية لبعض الناس اللي عندهم جيوب أو عندهم حساسية في المجرى التنفسي أو ربو ممكن يسبب مشاكل أي شيء ممكن يعني قاعدي أي شيء ممكن يؤذي المصلين سواء كان رائحة أو كان شيء من هذا القبيل فهذا لا يصح وعنده إذن يعذر الإنسان بترك الجماعة ليش؟ لأنه في الجماعة جاء يحصل الأجر يحصل الثواب والحسنات ويفعل سنة فلا يرتكب محظورا يقع في المحرم أحيانا الإنسان بيجي بيعمل خير صغير فبقوم بيرتكب شر كبير مثل إيش؟ مثل هذا النموزج جاء ليصلي التراويح أم هجج العالم من الجامعة بطلت الناس تصلي من رائحة التوم والبصل اللي آكلهم على الإفطار في رمضان أو من رائحة الدخان والأراغيل طيب أيضا هناك شروط من يقتدى به مين اللي بدنا نقتدى فيه شو هو شروطه وقال ألا يعلم المقتدي بطلان صلات إمامه أو يعتقد ذلك مثال على ذلك اتنين دخلوا إلى مكان واختلفوا في موضوع تحديد القبلة وفتحوا الجوالات وأخذوا على الجي بي اس واحد قال له أنا أعطاني لهذه الجهة والتاني قال له أنا أعطاني لهذه الجهة الآن اتنين بنظر بعضون هذا بيعتقد أنه قبلته خطأ وهذا بيعتقد أنه قبلته خطأ فإذا ساير وصلى خلفه وهو يعتقد أن صلاته غير صحيحة وبالتالي المقتدي صالت صلاته غير صحيحة فإذا أن لا يعلم المقتدي بطلان صلات إمامه أو يعتقد ذلك اتنين أن لا يكون أميا والمقتدي قارئا ومعنى الأمي هنا ما هو معناته أنه ما بيقرأ وبيكتب ممكن يكون شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب ويصح أن يكون إماما للحرمين المكفوفين اللي حافظين القرآن الكريم بعشر قراءات ما بيعرفوا لا يقرأوا ولا يكتبوا لكن هني أساتذي في علم القراءات وفي القرآن الكريم لأن القرآن يمكن تلقيه بالسماع وإنما المقصود أن يكون الإمام أميا بمعنى أنه لا يتقن قراءة الفاتحة لا يتقن قراءة الفاتحة فهذا الذي لا يتقن قراءة الفاتحة لا يصح أن يكون إماما لشخص يقف خلفه يعرف قراءة الفاتحة ممكن أن يكون إماما لشخص مثله أيضا ممكن هن اتنين أسلموا حديثا أجانب ما بيعرفوا ليست يقرأوا الفاتحة فواحد وقف إمام في الثاني ممكن لكن إمام لا يعرف يقرأ الفاتحة ويصلي وخلفه شخص يقرأ الفاتحة لا تصح صلاته لا تصح إمامته نعم قال من الصفات التي يستحب أن يتحلى بها الإمام أن يكون أفقها القوم هاي بتصح إمامة يعني من هو أقل علما يعني مثلا أنت في مجلس فيه علماء كبار وفيه قراء وفيه حفاظ قالوا لك تفضل يا ابني وقف أنت فينا إمام وأنت تجيد الفاتحة وتجيد القراءة لكن هم أعلم منك وهم أقرأ منك هذا جائز يعني إمامة المفضول على الفاضل تجوز إمامة من هو أقل علما على من هو أعلم منه تجوز لكن ما هو الأفضل نحن الآن نتكلم عن الأفضل نتكلم عن السنة قال الأفضل أن يكون إمام القوم أفقههم وأقرأهم وأصلحهم وأسنهم عندنا عالم كبير بالعمر وكبير بالعلم وكبير بالقراءة وبالفقه هذا أولى الناس أن يكون إماما وإن كان يصح أن يقف في المحراب من هو أقل منه من أحفاده من تلامذته من الناس العادين لكن الأفضل أن يكون هو الإمام نعم قال ومهما تحققت هذه الصفات في الإمام كانت الصلاة خلفه أفضل وكان الثواب بذلك أرجى كيف من أين أتينا بهذا قال روى الإمام مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله طبعا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القراءة كانت يعبر بها عن الفقه يعني يقال فلان قارئ يعني فلان عالم الآن قد تجد قارئا للقرآن يحفظ القرآن لكن ما عنده علم ما عنده علم شرعه لو جئت تسأله سؤالا في الفقه في الزكاة في الربا في أحكام الصلاة في أحكام ما يعرف لكن لو جلست يعني تسمع له القرآن يصحح لك الأحرف والقراءة لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام القراء هم العلماء إذا سمعتم أو قرأتم القراء قتل مثلا على ماء الرجيع سبعون رجلا من القراء يعني من علماء الصحابة لأنه كان المصدر للعلم في ذلك الوقت هو القرآن وحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هما المصدران الأساسيان إذن يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا الآن ما فيه هجرة نأخذ العلم القراءة الفقه العمر السن فأقدمهم سنا نعم قال وعلم أنه يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم متوضئ والإمام ما عنده وضوء ما عنده ماء متيمم يجوز ويجوز أن يقتد المتوضئ أو الغاسل بالماسح على الخفين أنت غسلت رجليك والإمام لابس خف ومسح على الخف هل يجوز نعم يجوز الاقتداء به ويجوز اقتداء القائم بالقاعد واحد عم بيصلي على الكرسي ظهره عم يجعه تعبان أو عجوز كبير وأنت قائم أنت تركع وتسجد وهو ينحني بالركوع وينحني بالسجود يجوز لكن لا يجوز أن تقتدي بالذي يصلي بالإيماء اللي يصلي بس هيك براسه بعيونه هذا لا يصح قال ويجوز أن يقتدي البالغ بالصبي الصبي المميز لعمره 7-8 سنين لكن مميز بيعرف يقرأ الفاتحة وبيعرف اليمين من اليسار وبيعرف القبلة وبيعرف الوضوء هذا نسميه مميز حتى ولو ما كان بالغ نعم يجوز اقتداء البالغ بالصبي ويجوز اقتداء الحر بالعبد الحمد لله الآن ما في عبيد بالمعنى الشرعي بالمعنى السياسي العبيد كتار بيعبده بطبله للحكام والظلام والذول شي كتير منه لكن الحر يجوز أن يقتدي بالعبد ويجوز أن يقتدي الصحيح بالمسلس واحد يعني ما فيه شي اقتدى بإمام عنده سلس بول أو عنده عذر وهو يعني يتوضأ لكل وقت فأيضا يصح الاقتداء به يجوز المؤدي بالقاضي واحد عم بيصلي قضاء عم يقضي صلاة الفجر وانت يجيت بدك تصلي الظهر فوجدته فاقتديت به بعد ما خلصت الصلاة قال لك أنا كنت عم صلي قضاء الفجر أو قضاء ظهر البارحة أو ظهر اليوم وانت الآن تصلي العصر نقول يصح عند الشافعية يصح وعنده كثير من العلماء عند الحنفي ما يصح هذا لكن عند الشافعية وعنده كثير من أهل العلم يصح اقتداء المؤدي بالقاضي أو القاضي أو المفترض بالمتنفل انت عم تصلي الظهر وهو عم يصلي تحيط المسجد واقتديت به سلم على رأس ركعتين وقمت أنت وأكملت أتيت إلى المسجد وكانوا يصلون في رمضان فأنت ظننت أنهم يصلون العشاء فاقتديت بهم إذا بهم يسلم الإمام على رأس ركعتين انت شو عم تصلوا ولا عم يصلوا هني التراويح وانت إيش عم تصلي العشاء سلم الإمام أنت لا تسلم تقوم وتأتي بالركعات التي فاتتك وصلاتك صحيحة قال أنا عم صلي فرض وهني نفل يصح اقتداء المفترض بالمتنفل ويصح اقتداء المؤدي بالقاضي ويصح المفترض بالمتنفل وبالعكس أيضا ناس عم بيصلوا شخص عم بيصلي الفرض هو عم بيصلي الظهر وأنت دخلت فوجدته فاقتديت به وأنت تصلي نفلا يجوز أيضا نعم كيفية الاقتداء كيف يكون الاقتداء لا يتحقق الاقتداء المشروع إلا بشروط وكيفيات وهي كثيرة لكن نلخصها في بعض الأمور أولا أن لا يتقدم المأموم على الإمام في المكان الإمام لازم يكون في الأمام المأموم في الخلف إذا تقدم المأموم على الإمام بطل اقتداؤه بطل اقتداؤه ما عاد له سواب في صلاة الجماعة هذه لأنه ما عاد مقتدي هذا الكلام عند الشافعية إذا حدث هذا مثلا للضرورة كما مثلا أحيانا في الحرم في المدينة النبوية يصلي الحجاج والزائرون يصلون في الساحات وأحيانا البعض لا يجد مكانا يصلي فيه يكونوا حاطين هنا لوحات لا تتقدم فتبطل صلاتك هذا قول الجمهور عند المالكية يصح تصح يعني هذا إذا حدث للضرورة فهذا أبو زيد شيء كرسي لجم الشيخ الله يبارك فإذا حدث للضرورة لا مانع لكن الأساس حياكم الله شيخنا تفضلوا سيدي لا هنا سيدي لو سمحت السيدي الشيخين بالحضرة مثل شو بقوله حياكم الله أهلين شيخنا الله يحفظكم الله يبارك حياكم الله فإذا فإن تقدم عليه بطل اقتداؤه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به والاعتمام هو الاتباع وهو لا يكون إلا حيث يكون التابع متأخرا قال أهل العلم لكن لو وقف لضيق المكان مثلا أو لكثرة المصلين لو وقف المقتدي في مساواة الإمام فهذا لا مانع منه وإن كان ذلك مع الكراها لكن يندب أن يتخلف عنه قليلا فإذا تقدم عليه بطلت صلاته مثل ما قلنا هذا نحن الآن نتكلم في أي مذهب مذهب الإمام الشافع بعض أهل العلم بعض المالكية ذكروا أنها لا تبطل صلاته يعني المسألة فيها وسع لكن أكثر أهل العلم على أن صلاته تبطل إذا تقدم على الإمام فننتبه لهذا الأمر قال فإن كان المقتدي اثنين فأكثر اصطفوا خلف الإمام وإن كان واحدا وقف عن يمينه إمام وشخص آخر كيف يوقف على اليسار ولا على اليمين ابن عباس وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل مسك النبي صلى الله عليه وسلم وحوله إلى اليمين فإن جاء ثاني وقف عن يساره إما أن يرجعا أو أن يتقدم الإمام يا الإمام بيأرب لأدام شان هني يضبوا على بعض أو هدوه اثنين بيرجعوا خطوي لورا ويقترباني من بعضهما البعض نعم قال روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت عن يمينه ثم جاء جابر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه قال ويسن أن لا يزيد ما بين الإمام والمأموم على ثلاثة أذرع الذراع بساوي تقريبا خمسين سنتيمتر يعني ما يكون بين الإمام وبين الصف أكتر من متر ونصف وهكذا بين كل صفين طبعا إلا إذا كان في ضيق ممكن أنه نقترب ونحن بنقول دائما أنه يصح السجود ولو على ظهور بعض إذا كان فيه تنكيس للرأس والرجلين كانوا على الأرض حتى ولو سجدوا على ظهور بعض للإزدحام يصح وإذا صلى خلف الإمام رجال ونساء صف الرجال أولا ثم النساء بعدهم وإذا صلى رجل وامرأة صف الرجل عن يمين الإمام وصف المرأة خلف الرجل أما جماعة النساء إذا كانوا النساء عن بيصلوا جماعة فتقف إمامتهن وسطهن توقف بالنص لا تتقدم عليهن بوقف الصف الأول على نيمينها وشمالها لثبوت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قال ويكره وقوف المأموم منفردا في صف وحده بل يدخل الصف إن وجد ساعة وإن لم يجد ساعة فإنه يندب له أن يجر شخصا آخر من الصف إليه بعد الإحرام أنت دخلت إلى المسجد ولا الصف الآخر واحد مكتمل تماما يكره أنك توقف أنت في صف واحد لحالك شو بتعمل؟ تدخل في الصلاة ثم تلمس شخصا من الصف فيرجع هو ويقف معك ويسوي صف والصف زكّنت قصة لأحكي لكم ياها بحمص بتصير كل شغلي يعني ما بتخطر على البال أحد الشباب ما تصير هاي الشغلات سيدي غير بحمص ما بتصير في إنه أخ يعني أخ هيك طيب ومزوح فدخل إلى جامع بازرباشي بالسو دخلنا أنا ويا نصلي الظهر فكان أنا دخلت لقيت مكان بالصف دخلت هو بقي لحاله فدخل بالصلاة ولمس واحد رجع هو أم أرب هو محل قلت لك سيدنا غير بحمص ما بتصير ليك أهلات إيه لو لاش أضحكوا علينا إينا فإذا قال ويسنوا للمجرور أن يساعده ويرجع إليه لينال فضيلة المعاونة على البر طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين